موسيقى السلام عليكم مشاهدي قناة العراق التربوية لمادة العلوم الصناعية قسم الأجهزة الطبية درسنا هذا اليوم سيكون الفصل الرابع ليتكلم على منظمات ضربات القلب بالنسبة لمنظمات ضربات القلب هو جهاز إلكتروني يولد نبضات كهربائية إصطناعية للقلب عندما يحصل خلل في التوصيل الكهربائي بين الأذين الأيمن والبطين في القلب تحفز هذه النبضات عضلة القلب وتنظم ضرباته زين شوكت أنا أحتاج جهاز البيس ميكر أو جهاز منظم ضربات القلب أحتاجه في حالة وجود الإنسداد القلبي خلنا عرف شنو الإنسداد القلبي هي يعني هي حالة فقدان القلب للقدرة الكلية أو الجزئية لضخ الدم الكافي للجسم بسبب فقدان العقد اللي تكلمنا عليها بالفصل الثالث العقد القلبية وظيفتها اللي هي شنية قدرة على توليد النبضات الكافية للحصول على الكهربائية اللازمة لاستمرار تقلص وانبساط العضلات ماذا نعني بمنظم الطبيعي؟ ماذا نعني بالمنظم الطبيعي؟ منظم ضربات القلب أو وظيفة منظم ضربات القلب الإصطناعية هي توليد نبضات كهربائية إصطناعية للقلب عندما يحصل خلل في التوصيل الكهربائي بين الأذين والبطين في القلب يجيك تعليل ممكن يفتقر القلب للقدرة الكلية والجزئية على ضخ الدم الكافي هذا التعليل جوابي بسبب فقدان العقد القلبية اللي موجودة اللي هي مسؤولة عن توليد كهربائية بحالة طبيعية في القلب على توليد النبضات الكافية للحصول على الكهربائية اللازمة لاستمرار تقلص وانبساط العضلات القلبية بصورة طبيعية يجيك سؤال على ماذا يعتمد تصنيف منظم ضربات القلب منظم ضربات القلب نحن بسرعة ما عندنا نوعين عندنا الخارجي وعدنا الداخلي على أساس أن نصنفها نصنف منظم ضربات القلب على أساس موقع التثبيت المنظم في الجسم ومدة استعماله هسا راح نتكلم عليهم بالتفصيل مثل منظم ضربات القلب الخارجي موقع وين؟ أول نقطة اللي هي الموقع يثبت في اليد أو الخسر بحزام رابط وتغرس أقطابه مباشرة بعضلة القلب هذا الخارج نجعل الوظيفة مالتة أو شوقت أن نستخدم الخارج يستعمل في حالة انخفاض معدل ضربات القلب بصورة غير طبيعية وبفترات زمنية قصيرة يعني أستعمل آني لما عندي فترات زمنية قصيرة أستخدم الخارجي أما منظم ضربات القلب الداخلي الموقع مالتة اللي هي أول نقطة يزرع بأكمله مع الأقطاب داخل الجسم يستعمل وقت استعماله وقت أنا أستخدم الداخلي إذا أنخفض معدل ضربات القلب بشكل مزمن هذا بفترات قصيرة ومتتابعة هذا بشكل مزمن أستخدم الداخلي هاي بالنسبة لأنواع منظمات ضربات القلب عدنا أهم نقطة منظمات ضربات القلب الخارجية بمساوء أو ما أفضل أنه يستخدمها أو ما يفضل استخدامها من مساوءه بما أنه خارجي يسبب القطب حروق في الجلد لذلك يجب استخدام مادة الهلام لعمل توصيل جيد النقطة الثانية النبضات الكهربائية تكون مؤلمة لأن من الخارج راح تنغرس أقطابها إلى داخل الجسم فتكون مؤلمة النقطة الثالثة اللي هي تسبب انقباضات غير مريحة لعضلة القلب حول منطقة الأقطاب لأن القطب عبارة عن أبل تدخل من خارجي الجسم إلى العضلة بالتالي القلب من يتحرك راح يسبب لأذى في منطقة القطب نجي على الأنماط الأساسية لمنظم ضربات القلب لأنماط الأساسية أو أنواع منظم أنواع منظمات الأساسية هي أول شيء النمط الغير تزامني ثاني نقطة النمط عند القلب عند الطلب ثالث نقطة النمط تزامن للأذين الرابع كبح موجة آخر واحد اللي هو الحديث والأكثر استخدام حالياً هو منظم ضربات القلب الحديث نجي على شرح بالتفصيل واحد واحد حالياً نجي على النمط الغير تزامني النمط الغير تزامني يجيك مهم أو سؤال يجيك كفراغ ممكن يجيك كتعليل ممكن يجيك كسؤال من مساوي استخدام النمط الغير تزامني في منظم ضربات القلب التزامنية هي شنو ينطي معدن نبضات ثابت ينطي معدن نبضات ثابت مع إهمال الفعالية القلبية التلقائية قلب إذا يشتغل بحالة تلقائية هذا الغير تزامني يظل ينطي نبضات بغض النظر أنه هو يشتغل طبيعة أو غير ما يشتغل طبيعي لأنه غير تزامني ما يزامن بالتالي ستتنافس هذه النبضات مع فعالية القلب التلقائية وتسبب رجفة الأذين أو البطين يجيك ممكن سؤال مكونات منظم ضربات القلب الغير تزامني من مكوناتها نقدر من خلال الرسم نعرف مكوناتها نقدر نعددها تعداد إذا تجيك أرسم مخطط كتلوي بالإضافة إلى أنواعها تقدر تعدد أنواعها وبعدين ترسم المخطط الكتلوي من أنواع أو أجزاء من أجزاء مصدر القدرة اللي هو Power Supply ومذبذب وعدنا المذبذب عدة أنواع به مذبذب المنع مذبذب المستقر وإحادي الاستقرار وثالث نقطة اللي هو المكبر القدرة الرابعة هو القطب القطب أكون نوعين ثنينات هنا مغروسة في الجدار الخارجي واحد بالخارجي للقلب واحد مغروس في الجدار الداخلي للقلب يجيك ممكن سؤال شنو العناصر اللي مستخدمة ما هي العناصر المستخدمة في المذبذبات اللي هي هاي أنواعها من العناصر المستخدمة في المذبذبات هي R1 و C1 و R2 على شكل فراغات هاي كل ما يخص بمنظم النمط الغير تزامني نجي على النوع الثاني أو قبل لندخل بالنوع الثاني سؤال يجيك أو فراغات تصنع الأقطاب مولد النبضات الغير تزامني من سبيكة لا تصدق هذا ممكن هذا فراغي يجيك تتحمل جميع أنواع الظروف الكيميائي والأمر وهي من النوع الأبري وهي من النوع الأبري لأن الغير تزامني أغلب الأنواع هي تكون خارجية فلذلك تغرز أقطابها من الخارج إلى الداخل فهي تكون من النوع الأبري أما النقطة الثانية أو ممكن الملاحظة الثانية فراغة يصنع الغلاف الخارجي منظم ضربات القلب بصورة عامة اللي هي منظم ضربات القلب الداخلية من مادة التيتانيوم التي لا تؤثر الجسم مادة التيتانيوم ممكن أنه تتفاعل والأحماض أو الأملاح اللي موجودة بالجسم بالتالي أنا أكتر استخدام لمنظم ضربات القلب الداخل أستخدم الغلاف الخارجي من مادة التيتانيوم هسا راح ننتقل للسؤال اللي راح يشتغل لي لترانسيستر الأول كيو وان في حالة انحياز أمامي راح يولد لي تيار المنيمور إلى الكيو تو اللي مسؤول يعمل هناكيو تو كمفتاح ألكتروني وبالإضافة أنه يكبر لي الموجة اللي راح تخرج بنفس الوقت الحالة الثانية راح يمر خلال الملث هذا الملث راح تتولد من مربية راح تولد فولتية محتثة عكسية راح تشحن راح تشحن لسيوان المتسعة الأولى اللي راح تولد لي فولتية محتثة عكسية بالتالي الترانسيستر كيو وان ينغلق بشكل كامل الدائرة راح تكون تنفتح وتنغلق حسب حسب ما موجود هنا بالحالة الأولى يشتغل أس وان آر وان يشتغل كيو وان كيو تو راح تولد لنبضة كمفتاح ألكتروني الحالة الثانية من يمر بالملف الثانوي راح تولد لي فولتية عكسية بالتالي المتسعة راح تشحن راح تولد فولتية عكسية سالبة راح ينغلق لكيو وان هذا كل ما يخص مولد نبضات الألكتروني نجعله النوع الثاني من منظمة ضربات القلب نوع الثاني منظمة ضربات القلب عند الطلب عند الطلب عندي نوعين من اسمه عند الطلب أنه القلب من يحتاج نبضة أو من يحتاج فتئي عاز راح ينطي نبضة يعني هذا يختلف عن غير تزامنة هذا نقدر نسمي من منظمات ضربات القلب التزامنية عند الطلب عندي نوعين عندي أحادي الغرفة وعندي ثنائي الغرفة خلنعرف شنو هو منظم ضربات القلب عند الطلب منظم يقوم بالتحسس للفعالية القلب الجوهرية من خلال التقاط موجة القلب عن طريق الأقطاع وظيفتها راح يولدني نبضات محفزة إلى القلب وجعل إشارة القلب طبيعية يعني هذا يختلف عن غير التزامن يعني هذا راح يشيك لي أو يتحسس لي فعالية القلب الطبيعية من خلال الأقطاب راح يلتقط الموجة اللي قادمة من القلب يلتقطها بالتالي يحللها ويشوف هذه الموجة شو اللي تحتاجها على أساس حاجتها هو ينطي يعاز أو ينطي النبضة اللي يحتاجها نجعل أنواعها اللي هي أحادي الغرفة وثنائي الغرفة نجعل أجزاء أحادي الغرفة من أجزاء دائرة مكبر متحسس دائرة السيطرة توقيت دائرة الخارج والأقطاب نجعله واحد واحد متحسس يعمل من اسمها دائرة مكبر ومتحسس المكبر يعمل على تكبير والمتحسس يرشح الإشارة الغير مرغوبة بها ترشيح الموجات التداخل دائرة السيطرة أو التوقيت وظيفتها تعمل كمذبذب والتحكم بمعدل عدد النبضة دائرة الخارج تعمل كمفتاح توصيل وقطع التيار الكهربائي إلى الدائرة أو في الدائرة الأقطاب هي الجزء الرئيسي توصل من المنظم إلى الأذين وإلى البطين الأيمن ويسمى هذا بمنظم أحادي الغرفة أو أحادي الغرفة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم نلتقيكم في الدروس القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة